بسم الله الرحمن الرحيم فإني أحمد الله عز وجل الذي أكرمنا وإياكم ومن علينا بالإسلام وهدانا إلى التوحيد وأسبغ علينا النعم ودفعنا وعنكم النقم كما أشكر أخي صاحب الفضيلة الشيخ محمود علي جزاه الله خيرا على مقدمته وحسن ظنه بأخيه وإلمامته وإحاطته بإجاز سهل ممتنع لإجاز ما سنف في المحاضرات السابقة قبل أن أفيض في موضوع المحاضرة هذه الليلة وقع بنفسي خاطرة وأنا أدخل إلى المسجد وقد اكتظى هذا المكان وقد اكتظى بيت الله هذا المسجد بالساجدين والراكعين يعبدون الله وحده لا يشكون به شيئا والناس من الزحام يصلون على الدرج وبعضهم ربما عند الأحذية وأقول سبحان الله العلي العظيم لو أن أحدا دعانا إلى مناسبة ثم جئنا فوجدنا المكان مكتظا هل فينا من يرضى أن يجلس جوار الأحذية عند الباب؟ لا لكننا لا نجد غضاضة بل نجد قمة لذة أن نرمي بجباهنا على الدرج ولو بجوار الأحذية ولو على مداخل الأبواب لكنها لله عز وجل هذا المعنى لا تظنوه عند الله يسير إن الله يسمعنا ويرانا والله عز وجل يرى من عباده الغافلين في لجج شهواتهم وغفلاتهم يعبون من المعاصي ويكرعون في الفواحش ويرى من عباده المؤمنين كيف يتذلل الواحد لربه ولو جعل أنفه وجبينه ووجهه على الأرض بجوار الحذاء لله عز وجل هذا معنى عظيم ومن بشائر هداية الله للمؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أمر الطاعة لذيذا على قلبك هينا على نفسك لا تجد غضاضة أن تكون سباقا وأن تكون في مقام يرضاه الله عز وجل أليس السجود هو الذي كان امتناع إبليس عنه سببا لطرده من الجنة وسبب أن يكون ملعونا مطرودا إلى يوم الدين الجواب بلى امتنع الشيطان عن السجود فاستحق اللعنة والطرد ودعينا إلى السجود فسجدنا في أي مكان تيسر لنا ما دمنا نجد إلى ذلك سبيلا قربا وزلفا اللهم أني أسألك لكل الساجدين أن تجعل لهم من كلها من فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلو عافية ومن كل فاحشة أمنة ومن كل فتنة عصمة اللهم أني أسألك لإخواني وأخواتي وجميع المسلمين تبسط لنا ولهم في عافية الأبدان وسعة الأرزاق وحسن الأخلاق صلاح القلوب والأعمال والنية والذرية وحسن الخاتمة إنك سمع مجيب اللهم صلي على نبينا محمد أحبة في الله حديثنا اليوم عن واجبات مسلم أوروبا نحو القضايا الكبرى وهذا بحر متلاطم واسع شجونه متفرعة والحديث فيه لا ينتهي ولعل الحديث يأذن بواحدة من هذه الواجبات ومناقشتها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد عندنا موضوع الهوية واجب المحافظة على الهوية وعندنا المحافظة على الناشئة والمحافظة على المرأة أتوقع أن الوقت سوف يستغرقنا حتى نجعل ما بقي في الحوار والنقاش فاستعدوا لمن عنده شيء ينفعنا به تعليقا أو مداخلة أو توضيحا أو بيانا أو استدراكا فإن العلم رحم بين أهله وليس منا من استجمع العلم بأبوابه وقل لمن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء أحبابي في الله قضية الهوية قضية وجودية أنت موجود في أي مكان لابد أن يكون لك هوية وأن يكون لك انتماء قضية الهوية مسألة تتعلق ببقائك وتفاعلك وتعاملك بهذا المحيط الذي حولك وهذا أمر لا ينبغي للمسلم الواعي الذي يعيش في بلاد الغرب أن يقول هذا أمر لا يعنيني هذه سفسطة هذا كلام ملفق هذا كلام مثقفين هذا كلام لا يعنيني لا هو من أهم الأمور التي ينبغي أن ننتبه لها في ظل وجودنا وفي ظل بقائنا هي مسألة تتعلق بالبقاء لا مجال للتفريط فيها نحن لنا هوية وانتماء في البلد الأصلي الذي ولدنا فيه أو ترعرعنا فيه أو ننتسب إليه من جهة آبائنا وأمهاتنا وأيضا لنا هوية في هذا البلد الذي نعيش فيه ونعمل فيه وأصبحنا مواطنين فيه وانتهى مفردات ومصطلحات الهجرة أصبحنا مواطنين لنا وعلينا لنا حقوق وعلينا واجبات نتحمل المسؤولية نشارك بفاعلية نتعايش بعقلانية كل هذا من الأمور التي ينبغي أن لا تفوت علينا في بلدنا الأصلي نشأنا على كم من غزير لا بأس به من الثقافة الإسلامية ثم لما نشأنا أو عشنا أو عملنا أو تحركنا أو وجدنا في هذا المكان وجدنا طوفانا كبيرا وبحرا متلاطما من الثقافة الغربية إذن أنا وأنت بين هويتين هوية البلد الأصلي وهوية بلد العمل والمواطنة الجديدة والاستقرار الجديد أنا ما بين ثقافتي الإسلامية الشرعية وما بين الثقافة الغربية التي تحيط بي لو قلنا أن الدولة هي الإطار المادي الذي يحدد للأفراد كيانهم السياسي وانتماءهم الجغرافي الأصلي وحدود تحركاتهم الهوية هي الإطار المعنوي الذي يحدد ملامح شخصيتك هويتك هي مجموعة أعمال وأفعال وتصورات وأفكار وعلاقات ومواقف بمجموعها تستطيع أو يستطيع الآخرون أن يعرفوا من أنت أن يحددوا شخصيتك أن يعرفوا فكرك ما هو اتجاهك ما هو ميلك أنت مع من وأنت ضد من ومن الذي تريد ومن الذي لا تريد ومن الذي تقبل ومن الذي ترفض إلى غير ذلك هذا الحراك وهذا السجال ما بين هويتنا الأصلية وهويتنا المعاصرة وما بين الأعفوان انتماءنا السابق أو الانتماء اللاحق أو الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية المعاصرة بينهما سجال وحراك ولا أعني بالهوية السابقة واللاحقة أننا تنازلنا عن هويتنا فيما مضى وأصبحنا ذوي هوية جديدة فتبرأنا مما سلف ونسينا ما مضى وما عاد لنا ما يربطنا بما مضى من واقعنا وتاريخنا ومجتمعنا وقيمنا لا إنما أقول إن هناك سجال وصراع وحراك ما بين هذين الطرفين وما بين هذين الجانبين بعض المفكرين يقول هناك ما يسمى باغتيال الهوية أن الإنسان إذا عاش في الغرب ليس عند خارطة طريق فكرية ليس عند خارطة طريق منهجية فإن هويته تغتال وتنتهي علاقاته بكل الأصول وبكل القيم التي نشأ وترارى عليها أو الثوابت التي ينبغي له ألا يبرحها وهذا نتيجة الاندماج اللامحدود الذي بلغ إلى حد الذوبان اغتيال الهوية حينما تجد شخصا قد انتهى لسانه فما عاد ينطق العربية وهو من أبوين عربيين فصيحين مسلمين موحدين أن تجد ليس هناك أي معالم للشخصية فليس هناك ما يدل على شخصيته ولا سمته وكأن ليس له علاقة في شخصيته وسمته لا بالإسلام ولا بالسنة إن كان رجلا أو شابا رأيت فيه الغرائب والعجائب وأصبح كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه نحن وإياكم رأينا من أبناء المسلمين من لا تستطيع أن تميز هل هو من أبوين مسلمين أم لا وضعوا الأقراط في آذانهم ووضعوا مثلهم ووضعوا الحلقة في شفاههم ووضعوا مثلهم ومشوا ولبسوا وتعروا وتبرجوا وسفروا وتبطحوا وتكشفوا على الشواطئ والبلاجات ما عاد تفرق ما بين مسلم وغير مسلم هذا اسمه اغتيال هوية اغتيال هوية أليس أن نسمع بخبر رجل اغتال شخصا يمشي في الطريق على غير سبب ثم بعد ذلك أرداه صريعا يتشحط في دمه اليوم اغتيال الهوية لا يغتال شخصا واحدا بل اغتال جبلا كثيرا من أبناء المسلمين وشباب المسلمين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعلمون تجد اغتيال الهوية حتى في مجال الثقافة ما تجد عند الإنسان في ثقافته وأفكاره واهتماماته شيء يمت إلى صلته وعلاقته بالإسلام أبدا لا يعرف شيئا عن المسلمين ولا تاريخهم بل النبي صلى الله عليه وسلم لو تسأله أين ولد وأين مات صلى الله عليه وسلم وأين يوجد قبره صلى الله عليه وسلم لا يعرف في ذلك شيء بالكاد يعرف أن الكعبة في مكة تعرف إذا كان لا اللساء العربي عدم كيف يقرأ من القرآن شيء كيف يقرأ من التاريخ شيء لكن تعال شف مثلا معلوماته في نجوم السينما في الفن في الرياضة في الكرة في الأغاني في الطرب في السهر في الكليبس في الروك في البوني أم في الجاز في جميع أنواع وأصناف وأقسام وأشكال الموسيقى الصاخبة والخفيفة والراب والناعم والسلوغير ذلك تجده فصيحا فقيها متحدثا متكلمة ثقافته تم اغتيالها تماما ما عاد لها أي علاقة بأي أصول كذلك في الجانب الاجتماعي ما عاد يعنيه القيم الشرعية الأصيلة المعظمة في الشرع كبر الوالدين وصلة الأرحام لا تعني له شيء حق الوالدين حق الأسرة لا تعني له شيء أصدقائي وسهرتي والويك اند وسفرتي وإلى غير ذلك تعال في الجانب الإعلامي ستجد أن اهتماماتها الإعلامية لا تمت إلى ما يرده أو يذكره أو يعينه على مراجعة دينه تعال إلى الجانب التربوي هذا اغتيال حقيقي للشخصية كما قلت الناس اليوم لو رأوا رجلا قتيلا يتشحطوا في الدم لفزعوا وصاحوا وتنادوا تعالوا تعالوا يا عباد الله وين الجالية المسلمة عطونا المسلمين اللي في ماسترخت واللي في لايدن واللي في لاهاي واللي في مستردام واللي في أندهوفن يوجد مسلم قتل أو اغتيل أو حصل له مشكلة وتصبح حديث الأولين والآخرين لكن آلاف الشباب الذين تم اغتيالهم تحت سمعنا وبصرنا وربما بعضنا سهل هذا الاغتيال بغفلته عما يجب عليه من حفظ اللسان واللغة ومن حفظ القيم والتربية ومن حفظ الواجبات والتوجيه والإرشاد كأن هذا شيء غريب وهذه من المفارقات العجيبة والانفصام الذي لا حدود له لو أن رجلا غريبا يقف عند بابنا لتحركت غيرتنا بكل شيمة وكل نخوة وكل إباء يأبى الضيم ولا يقبل أن يقف هذا الغريب عند بابنا فضلا أن لو تحدث مع ابنتنا أو إحدى نسائنا لكن أن تكون الفتاة الأيام والأوقات والساعات تخلو في غرفتها بأجهزتها مع الغرباء مع من يدور أنا لا أقول تجسسوا ولا أقول حاربوا لكن أقول ذكروا فذكر إنما أنت مذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين اليوم البعض ما عاد عنده حتى كلمة بعض الفتيات اللائمان الله عليهم بالهداية والحجاب والاستقامة تقسم بالله تقول أمي ما حدثتني يوما واحدا عن الحجاب أمي ما كلمتني يوما واحدا لتحذرني من الذئاب الذين يتربصون بالحركات المثيرة والعبارات الغريبة خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فاتقوا الله في قلوب العذارة فالعذار قلوبهن هواء أمي لم تحدثني يوما من الأيام لكي تجعلني في تحصين يقابل الوافد الغريب الذي ربما جذبت إليه النفس في ظل تصحر المشاعر لا تجد هذه الفتاة من أم أحضانا دافئة ولا ضمة طويلة ولا تجد من الأبي لمسة حانية على شعرها ليجعل رأسها على صدره ويقول أنت ابنتي أنت الشرف الذي لا يدنس أنت العفاف الذي لا يمس أنت الطهر الذي لا يمسه شيء يبعث في نفسها همة إيمانية عظيمة ليكون لشرفها قيمة ليكون لذاتها مكانة أبدا تقول نشأت لا أعرف أبوي إلا على الطعام والشراب والمائدة والدخول والخروج وما غير ذلك لم نجد أبا يأمرنا بالصلاة وينهانا عن الفحشاء والمنكر لم نجد أبا أو أما تذكرنا وتعاملنا معاملة لا نحتاج من عظيم فيض وتدفق الحنان الذي نجده في الأسرة أننا بحاجة إلى من يطعمنا الحنان خارج الباب ترى هذه مسألة حساسة ونحن في غفلة عنها الآن لما أولادك يشبعون في البيت خبز ويخرجون إلى الشارع ويرون أحدا معه خبز هل تميل نفوسهم أو تمتد أيديهم أو تتبع نظراتهم هذا الكيس المليء بالخبز الذي في أيدي الآخرين الجواب لا شبعوا خبزا في البيت كذلك المشاعر هناك قدر عظيم من المشاعر والعواطف نستطيع أن نعبئه تعبئة جيدة داخل البيت حتى إذا جاء من يستعرض شيئا من مفردات وقاموس هذه العواطف أصلا لا يجدون أنفسهم بحاجة البنت التي لم تسمع من أمها أنت جميلة أنت حلوة أنت رائعة أنت ناعمة أنت شعرك كذا حتى لو فيها ميزتين جميلة من سبع مزايا مختلفة نركز على ذكر هذا الشيء الجميل نشير إلى أن لديك شيء ثمين يستحق وأكثر وأعظم شيء موجود وهو عامل مشترك وهو الأعظم والأفضل والأهم في الفتاة المسلمة عفافها وطهرها وحياؤها ليس غريبا أن تجد الحصى متناثرا في الشواطئ لكن أن تجد درة في قاع البحر هذا هو الشيء النادر الفريد حينما نصور لبناتنا أن عفافهن كدرة اللؤلؤ في أعماق البحار وأن حياءهن كالذهب الذي تغلغل داخل جبال المناجم ليس أمرا سهلا أن يوصل إليه ليس كغيرهن مثل هذه المعاني هي في الحقيقة مسألة مهمة فحينما نعتني بها ونعتني بأولادنا ونذكرهم ونتعامل ونتحاور ونتفاهم وثق أيها الأخ الكريم وثقي أيتها الأخت المسلمة أن الحوار والكلام والتكرار والإعادة والزيادة سيجعل الله لها أثرا إن عاجلا أو آجلا فلا تمل ولا تجتنشغل ولا تغفل عن واجب التذكير وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لكن إذا الكل مشغول في من في اسلوبه وفي طريقه وفي حياته وأصبح الأولاد أيتاما في ظل أبوين على قيد الحياة ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا أب مشغول وأم مشغولة وأجهزة تربي وإعلام يعصف وعواطف تجذب إلى الشارع وحنين إلى شهوات وغفل عن الذكرى ثم ماذا بعد ذلك أفيقي من الليلة الشاعلة وردي عباءتك المائلة ستمضي الشهور وينم الجنين ويفضحك الطفل والقابلة هذه النهاية المؤلمة التي يدفع ثمنها كل من لم يعرف قضية الهوية وقضية المحافظة عليها وأهمية تغرس الانتماء صحيح أنا لست عدوا للمجتمع الذي أعيش فيه لكنني لا يجوز أن أكون كحبة السكر في الماء الساخن سرعان ما تذوب ولا تعرف كيف تتميز في طعمها ولونها وشكلها إذن هذا الصراع وهذا السجال وهذا الحراك في جانب الهوية متعلق بالثقافة بالجانب الاجتماعي بالتلقي أو المتلقة أو المضمون والمحتوى الإعلامي في الجانب التعليمي في جوانب كثيرة نقول تختطف هذه الهوية من خلال قوة الجذب أشهد بالله إن المجتمع الغربي فيه قوة جذب ساحرة قوة جذب ما هي سهلة كم رأينا أناسا كنا نظنهم أصلب من الجبال فعجبنا كيف ذاب بعضهم أمر عجيب جدا وهذا يجعل الإنسان لا يقول أنا أستاذ أنا دكتور أنا شيخ أنا خطيب أنا إمام أنا أبي فلان أمي فلان جدي علان لا 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 اسأل الله الثبات اسأل الله الثبات دائما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك هذا الأمر في غاية الأهمية لأن قوة الجذب الساحرة وطاحونة ورحى الإيقاع اليومي وماجريات الحياة والضغوط المختلفة كفيلة بصهر قطع من الحجارة لكن المسلم في ثباته في صموده في عقيدته في مراقبته لله أشد صمودا من الجبال أمام الفيضاء أي أمام البراكين التي تنصهر عند درجة خمسة آلاف أو أربعة آلاف درجة حرارة مئوية ليش هل تستطيع دول العالم أن تجعل على رأسي ورأسك في بلاد الغرب أو غيرها خمسة جنود يؤزوننا يضغطون علينا يراقبوننا يحاسبوننا يتابعوننا فيما نفعل ولا نفعل ونترك وندع ونذر وغير ذلك الجواب لا لكن من صميم عقيدتنا ومما يحفظ هويتنا أننا نستشعر في الوقت الذي تعجز الدول أن تقيم على كل واحد خمسة جنود كل واحد منا يتحرك بخمسة جنود كفيلة بحفظه ومراقبته الجندي الأول استشعاره مراقبة الله له إن الله يسمع ويرى لا تخفى عن الله خافية الجندي الثاني الملائكة الكرام الكاتبون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الجندي الثالث الجوارح التي ستشهد لنا أو علينا والخصومة عجيبة يوم القيامة جزء كبير من الخصام والجدال ليس بينك وبين الآخرين هو بينك وبين نفسك بين نفسك ولسانك وبين بدنك ورجلك وبين ذاتك ويدك وبين شخصك وذاتك اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وفي الآية الأخرى وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الشاهد الرابع أو الجندي الرابع استشعار الشهادة بالمكان الذي نحن فيه في محيطه يومئذ تحدث أخبارها الجندي والرقيب والحارس الخامس هو عباد الله أجمعين أنتم شهود الله في أرضها إذن أحبتي في الله مما يعزز الانتماء والثبات والقوة والرسوخ في جانب الهوية الإسلامية في ظل دعوة متوازنة إلى تعايش وفاعلية إيجابية واعية وحذر من ذوبان يدمر كل مقومات الشخصية أن هذه الأمور الخمسة هي في ألف باء الدين التي يعرفها الصغير والكبير والأمي والعالم والجاهل أقول هذه الهوية حينما تختطف بسبب قوة جوانب الجذب وأنماط السلوك والعادات والتي عند البعض وافقت انفتاحا واستجابة وسقوطا وانحدارا أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنها لذا يجب أن نحذر من هذا الاندماج الذي يفضي إلى الذوبان والعجيب أن بعض ما نسمع ونرى من النظم التي أحيانا تحول دون استقلالية الهوية والشخصية تفتح المجال للآخرين في جوانب بلا حدود ولكن أمام الشخصية الإسلامية تجد هناك تشدد عجيب وغريب جدا في بعض الأمور هذا يحتاج إلى بحث مفكرين ومنظرين وقانونيين ويحتاج إلى أورش عمل وإلى حوارات وقل تعالوا إلى كلمة سواء الاندماج قيمة معظمة لدى الغرب وأمام هذا الاندماج يقف المسلم بين موقفين خطرين وسط وعدل أو يقف بين موقفين خطرين أحدهما وسط وعدل والآخر إفراط وتفريط فأما الإفراط أو التعدي فهو فعل ما لا يجوز والتفريط هو ترك ما يجب والعدل بينهما يعني من التعدي أن يجر المسلم نفسه قربانا رخيصا نعجة سخلة فهيمة رخيصة يجرها في كل ميدان ليثبت للناس أنه مندمج أنا مندمج ومتفاعل ولكن بضوابط الشخصية الإنسانية قبل أن أكون شخصية إسلامية أنا أيضا إنسان هذا الإنسان له كرامة هذا الإنسان له كرامة يعني حتى لو جئنا نتحاكم مع من يدعون إلى الاندماج المفتوح والذوبان اللامحدود نقول يا أخي الكريم إذا كانت عقدتك الإسلام ناقشني بصفتي إنسان قبل أن أكون مسلما والأصل إن الإنسان شرفه بالإسلام لكن تنزلا مع المخالف ويجوز في التنزل مع المخالف أن تفترض أسوأ ما يكون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هل يعقل إن الله له ولد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق لكن هذا في التنزل أن الإنسان أقول تعالي اعتبرني ما أنا مسلم اعتبرني أنا إنسان الإنسان يجب أن يكون له استقلال في شخصه ما هو الإنسان في علم الأنثروبولوجيا الإنسان مأخوذ من الإناسة وإناسة الإنسان أن يكون له من خصوصياته ما يحقق له الأنس في ذاته والأنس في من حوله والأنس في من يخالطهم والأنس في من يعيش معهم ولذلك تجد في القرآن خطاب كثير يا أيها الناس يخاطب المسلم وغير المسلم إشارة إلى أن إنسانيتك تقتضي إناستك وتقتضي أن تكون متفاعلا فاعلا إيجابيا ومؤثرا ومستفيدا فنقول أمام هذا الاندماج وقع الناس بين طرفين نقير ولا تكو فيها مفرطا أو مفرطا كلا طرفي قصد الأمور ذميم فأقوام دعوا إلى هذا الاندماج وأقوام دعوا إلى العزلة بلا حدود وهذا الآن واقع ألستم ترون صور ونماذج من المندمجين هذا والله حقيقي وحاصل اندماج ليس الاندماج المقصود به التعايش والتفاعل والإيجابية الفاعلة بل هو اندماج إلى حد الذوبان وضياع وفقدان الهوية هذا من المؤسف المؤلم كان أحد المشايخ عندنا يعلق على بعض الشباب الذين درسوا والابتعاث شيء مفيد للطالب الذي سينفع بلده ووطنه وأمته والمسلمين بعلم يحتاجون إليه لكن يقول وجدت بعض الشباب لما رجع إلى بلده قال يا أخي أنت عندكم كذا نحن في أمريكا عندنا كذا أنت عندكم كذا نحن في أمريكا عندنا كذا قال له أحد يا أخي ترى رسول الله صعد إلى السماء السابعة عند سدرة المنتهى وسمع صريف الأقلام ونزل وأكل من الخبز والشعير وجلس على التراب ومشى حافيا أنت عشان رحت إلى أمريكا قاعد تقول لي أنتو 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 إيش هذا الانفصام الذي وقع في شخصيتك وهذا الأمر الذي حصل لكم العياذ بالله فالشاهد أن هذين الأمرين جانب الاندماج المزعج الذي جعل بعض نساء المسلمات يقعن فيما لا يعقل ذكره ولا يسوق وصفه ولا يتحمل تخيله وفي المقابل تجد من انغلق على نفسه انغلاقا فصارت حياته عذابا معجلا وجحيما مقربا ودفن نفسه في قبر العزلة قبل أن يدفن في قبر التراب واستعجل البلاء قبل أوانه ومات قبل أن تحين ساعته والوسط والعدل بين ذلك هو ذلك المسلم الذي ينتظر منه الإيجابية والفاعلية والعطاء الحقيقة أن المسلم حينما يتعرض لعدد من هذه المؤثرات ويتشكل خطر على هويته ونكتشف حجم هذا الذوبان وضياع الهوية بحجم المشكلات التي نراها الآن لو أردنا هذا الجمع الكريم أكيد أن فيه من المحامين من المتخصصين من الباحثين في المجال الاجتماعي في المجال النفسي في المجال الأمني في غير ذلك لو أردنا أن نحصر مشكلات المسلم أو المسلمين والمسلمات في بلاد الغرب ستجد أن هذه مخرجات اهتزاز الهوية وفقدان الهوية وعدم التوازن في الهوية مخدرات لقدر الله سارقات جناح مشاكل أخلاقية كتمي ما شئت من ألوان المشكلات أمور لا تعد ولا تحصى نسأل الله السلامة من هنا نقول أن هذه الشواهد على اهتزاز واختلال الهوية سواء كانت في فقد اللسان واللغة الأصلية أو الجهل المركب والجهل العميق بالدين أو السلوكيات التي لا توافق نقول أن هذا ليس داء لا علاج له لكل داء دواء يستطب له إلا الحماقة أعيث من يداويها فيوجد لهذا دواء حينما ننظر إلى المجتمع الغربي بمجموعة قيمة ونظمة ونرى هذا المجتمع يحقق نجاح باهر في تطبيع أفراد المجتمع وفي القدرة على تذويبهم في بعض الجوانب لكن ترى أيضا هذا المجتمع الغربي الذي تكلمنا أو تكلم المتكلمون فيه كثير فيه جوانب إيجابية كبيرة لماذا لا ننظر إلى الشيء بتوازن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إذن الأمر ليس سواء ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة إذن هذا المنهج القرآني الذي يعلمك كيف تنظر إلى كل شيء فيه بجانبيه بطرفيه بخيره وشره وعدله وظلمه وحقه وباطله يجعلك أيضا أن تنظر إلى مجتمعك ما هي حسناته وما هي سيئاته أشهد بالله وكلنا نشهد أن هذا مجتمع يعظم العمل صح ولا لا مجتمع يحترم الرجل المنتج يحترم الوقت يحترم الزمن أليست هذه من القيم الإسلامية العظيمة؟ لماذا إذا وجدنا في هذا المجتمع الغربي قيما حثنا ودلنا وأمرنا بها ديننا تلكأنا وتكأنا فيها مع أن ديننا قد أمرنا بها قيمة العمل لما تكلم الشيخ محمد الحويط والشيخ محمد الزغبي قبل ليلتين في الندوة الجميلة دارها الشيخ يوسف جزاء الله خير قيمة العمل قيمة عظيمة من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له لو كنت ملياردير عندك مليار يورو ولا مئة مليون يورو يجب أن تعمل حتى لو كنت ثريا لأن العمل ليس من أجل المال فقط العمل لذات العمل عبادة العمل لقيمة العمل عبادة من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له وفرق بين ريال من يعمل وريال من لا يعمل يقال إن أحد الخلفاء كان له ولد مدلل وكانت أمه تدلله وتخاف عليه ويعني تشعر بالغبن والغيرة من جاراتها وضرائرها وطبيناتها وتريد أن يدلل ولدها وكان أبوه الخليفة ينظر إليه نظرة دائما ويعني يراه ولدا مدللا لا يصلح أن يؤهل الخلافة ولا أن يكون قائد للجند ولا جي يعني رئيس للحرس ولا مسؤول لي كذا فقال الخليفة ذات يوم لولده أعطني دينار يا ولد يريد أن يجعله أمام مواجهة من أين يأتي بالمال فارتبك الولد واصفر وجهه وما كان عنده يعني سابق استعداد نفسي أن يواجه بهذا السؤال كان حسنا حسنا مولاي الخليفة أحضر دينار فذهب قال يا أمي يا أمي الخليفة أبي يريد دينار قالت بس فتحت الصندوق وعطته دينار فجاء الولد يمشي مزهوا بنفسه قال تفضل هذا الدينار رأى الخليفة الدينار يلمع متلألئا فعرف أنه من خزانة امرأة دينار لامع متلألئ معطر عرف أن أمه أعطته فلما جاء في الغد قال يا ولد أعطنا دينار فنفس القضية ولكن كانت أقل فذهب إلى أن طلب من أمه فأعطته واستمر على ذلك أسبوعا كاملا فعلمت الأم أن أباه يريد أن يدفعه إلى العمل فلما أعطته على مدار سبعة أيام دينار معطرة جميلة لامعة من مؤسسة النقد من البنك المركزي آخر مرة قالت يا ولدي انتهت الدنانير خوينا شكارة ما عندنا شيء دب الراسك فذهب الولد بثيابه الجميلة وشعره المرجل وعطره الفواح ويده الناعمة يبحث عن عمل فما دخل مكانا يعرض فيه العمل إلا تهيب الناس قالوا ما عندنا عمل هذا ولد الخليفة يعمل مع منه كيف نعمل معه حتى جاء إلى رجل خباز وطحان في نفس الوقت فنظر إليه وكان رجلا خبازين دائما أصحاب خبرة المهم قال تريد الخدمة تعال أول شيء انزع ثوبك هذا قال واخا انزع نشيل الثوب شال الثوب وأعطاه ثوبا من أكياس الطحين من أكياس الطحين يعني باقي تتنفضه هكذا يطلع رغيف كامل المهم ثم قال له احمل هذا الطحين من هذا المكان إلى هذا المكان قال ما أستطيع قال نقسم الكيس قسمين المهم احمل فما زال يحمل إلى أن نقل ثم قال بعد ذلك افتح كل كيس واجعله في مكان العجين حتى إذا غابت الشمس وإذ بوجه الولدي قد امتلأ طحينا وغبارا ويده الناعمة قد شوشنت ورائحته خميرة وطحين ما هناك شيء آخر جاء آخر النار قال له اعطيني الأجرة فقام وأعطاه دينار أعطاه درهم فظل يعمل إلى أن جمع ما يساوي دينار أو أعطاه دراهم ثم أصبح يعمل كل يوم وغاب عن أبيه فلما عاد أقبل على أبيه وعنده دينار كان الخليفة إذا جاء الولد فيما مضى كان فيما مضى يقول اعطينا دينار فيأتي الولد يقدم لأبيه دينار جديد ناعم كما قلنا معطر من الأم فكان الخليفة يأخذ الدينار ويقول هكذا ويرميه خلفه في بئر وراء مجلس الخليفة كل يوم يأخذ الدينار ويرميه ذلك اليوم الذي جاء فيه الولد بدنار عليه بقايا العجين وعليه سواد يد العامل وعليه آثار العمل وريحته خميرة فلما قال أعطنا دينار يا ولد فمد الدينار لأبي فلما أخذه قال الأب قال لا 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 ترمي الدينار ليش لا ترميه لأنه تعب فيه لأنه تعب فيه فالغرب عنده قيم جميلة هي من أصل الإسلام الذي أمرنا بها وتعبدنا بها وجعل لنا فيها أجرا عظيمة من ذلك العمل الوفاء بالعقود احترام الزمن الانضباط أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن عدة الشهر عند الله 12 شهرا يسألون يسألون يسألونك عن الأهل لو تجمع في القرآن آيات الزمن والوقت والضحى والليل والعصر وجدت أن دينك دين يعاملك ديجيتال رقمي في الاهتمام بالوقت والزمن هذه القيم ألا تستحق أن ننظر إليها في بلاد الغار ألا تستحق أن نعتني بها قيم أخرى العطف على المسكين الاهتمام بالبيئة أشياء أشياء جدا جميلة جدا ولذلك في حديث المستورد من شداد القرش لما قال تقوم الساعة والروم أكثر الخلق وكان معاوية حاضرا قال انظر يا مستورد ما تقول قال وما لي لا أقول وقد سمعته من الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان حقا ما قلت فذلك أنهم أحلم الناس عند فتنة وأسرع أسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأمنعهم من ظلم الملوك وأرحمهم بالصغير والضعيف هذا في واقعه مشاهد ولا لا إذن هناك قيم يجب أن ننتبه لها وأن نستفيد منها حينما ننظر إلى هذا المجتمع الذي نتكلم عن جوانبه السلبية فإننا نرى أن هناك أمورا باهرة إيجابية ممتازة يجب أن نستفيد منها يا أخي الكثيرين من أبنائنا يوم كانوا في بلادهم ما كان الواحد ينمو لا ذهنيا ولا فكريا ولا علميا ولا فنيا ولا تخصصيا مجرد أنه عاش في هذا الوسط أصبح عنده زيادة في مستوى الفهم والمعرفة والأمور الفنية والعلمية وقدرة في زيادة الإنتاج وكفاءة عالية في العمل أيضاً تجد في هذا المجتمع التخلص من عقد الشخصية يعني في البلاد العربية انسب لنا أباك انسب لنا جدك من أبوك من جدك الرابع من جدك الخامس من جدك العاشر إذا فخرت بأقوام لهم نسب نعم صدقت ولكن بئس ما ولده وش قعد تعد لأبوك جدك جد جد يعني ثم ماذا سرنا كما قال عمر بن كلثوم ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين إلى قوله ونبلغ ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا إذا بلغ الرضيع لنا في طام من تخر له الجبابر ساجدين هذه القصيدة التي قيل أنها هي أعظم قصيدة قالتها العرب في الفخر قال أحد الشعراء عن العمر بن تغلب عن الشاعر عمر بن التغلبي قال أنهى ألهى ألهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمر بن كلثومي صار عمر بن كلثومي التغلبي صاحب القصيدة جعل كثيرا من قبيلته يكتفون بالتفاخر بهذه القصيدة وقعدوا عن مقامات الفخر لكن في المجتمع الغاربي والله أبوك ميلود ولا قدور ولا أبوك صالح ولا سعيد ولا أبوك ستيف ولا جون هذا لا يعنيني شيء يعنيني what is the production ما هو الانتاج ما هي النهائية الأمر المحصل النهائية ما هو دورك ما هو انتاجك ما هو إبداعك ما هو اختراعك ما هو تطويرك ما هو توفيرك ما هي القيمة المضافة ما هي القيمة المضافة التي أضفتها في الحياة حينئذ يمكن أحفظ اسمك الأول والثاني بالكثير ولا لا الناس يعرفون منه هذا صاحب بلغيتس الناس يعرفون أنه كل من دخل عالم الإلكترونيات بلغيتس بلغيتس ما اسم أبوه ما اسم أمه ما هي قبيلته ما هو نسبه بالقيس دخل التاريخ طولا وعرضا باسمه لم أحد يعرف من هي أمه ولا أبوه لكن الناس عرفوه بإنتاجه توماس أديسون عرف بالكهرباء ما من أحد إلا يعني من ذوي الشأن إلا عرف بأبرز إنتاجه وإبداعاته خاصة في هذا العصر نعم علينا أن نحفظ للمتقدمين مقامهم وشرفهم ونسبهم ومكانهم ولا نحقر من شأنهم لكن أنت اليوم في واقع أصبح من حسناته وإيجابياته أنه يقدم الكفاءة على النسب إذا كان في البلاد العربية يقدم هذا الرجل لأنه عم الأمير أو جد الأمير أو ابن الأمير في هذه البلاد لا يقدم الإنسان إلا لكفاءته لقدرته لتاريخه لتجربته من لم يقد فيطير في خيشومه رهج الخميس فلن يقود خميسا اللي ما عاش صار جندي وتغبر ومشى على الأسلاك الشائكة وتجرحت يده وذراعه ودخل في المارنز والنيفي واشتغل في أربع خمس سبع حروب غير ذلك لن يكون قائد لا على فرقاطه ولا اندبندنت ولا ايزنهاور ولا روزفلت ولا حامل الطائرات تاريخه يفرضه عمله الذي سلف والذي مضى وفي الإسلام لا يجوز أن يولى أحد على أمر وفي المسلمين من هو خير من في هذا الأمر ويعتبر هذا غش للرعي أجمعين إذا كان أنا أمامي أربعة هذا أفضلهم ولكنني لا أعرف من هو ولا نسبه ولا أبو ولا جده ولكنهم مسلم وأفضل الناس في تخصص وخبرته وهذا ابن فلان ابن فلان ابن فلان إلى جده العاشر وهذا ابن عمي وقريبي وهذا له علاقة بأهل زوجتي وأيهم يقدم يقدم هذا الأكثر كفاءة لأن الناس بحاجة إلى علمه وليس بحاجة إلى نسبه بحاجة إلى قدرته وطاقته بحاجة إلى إمكانياته وإبداعاته هذا هو الأمر إذن هذا المجتمع بمجموع قيمه ونظمه له إيجابيات حتى نحافظ على الهوية لا نظن أننا يجب أن نحارب كل ما في هذا المجتمع بل الواجب أن نستفيد من كل هذا المجتمع وإيجابياته في صياغة الشخصية وتكوين الشخصية كثير من الناس جاء من بلده لا يعرف قيمة للوقت السبت كالجمعة والخميس والصيف كالشتاء والليل كالنهار وأول السنة كآخرها لكن هنا لا ولذلك تجد الشباب الذين أبدعوا في أعمالهم في مؤسساتهم في شركاتهم في علاقاتهم في خدمتهم في البناء الذي يعملون في كافة أعمال العمل والمصانع التي يعملونها أبدعوا لما استفادوا القدرة على إدارة الوقت يقول لي الفريق الركن عبد العزيز الهنيدي وهو قائد القوات الجوية في المملكة العربية السعودية سابقا كبر في السن الآن وتقاعد وأصبح عضو في مجلس الشورى فكنت أقول له معالي الفريق هو رجل متدين رجل صالح يحب القرآن ونشيط في الشؤون الدينية في القوات الجوية يحرص على استضافة المشايخ والطلبة العلم وهناك قسم للشؤون الدينية في القوات الجوية قلت له معالي الفريق من خلال تاريخك في قيادة الكلية الجوية كليت الطيران الحربي رئاستك لل القوات الجوية ما هي أهم نقطة تعتنون بها حينما يتقدم إليكم شاب يرغب أن ينتسب ويلتحق بالقوات الجوية قال أهم نقطة أن نعلمه كيف يدير الوقت وكيف يتحكم في الذات قلت كيف قال الساعة الفلانية واقف في هذا الطابور لو تأخر دقيقة يجاز الساعة الفلانية يستيقظ إن وجد في فراشه ويلة الساعة الفلانية يكون قد انتهى من القيافة واللباس والحزام وكل شيء الساعة الفلانية يكون على فراش نائم الساعة الفلانية يكون قد أنهى وضعف في التغسير إن ساعة الفلانية يكون في المصلى يا ويلة انت أخر عن الصلاة الساعة الفلانية قال أربعين يوم نعلمه أمرين السيطرة على الذات وإدارة الوقت ثم بعد ذلك يصبح هذا الشاب أدق من الساعة الرقمية on time بالدقة بالتحديد الكثير ممن أبدعوا وأنجزوا في بلاد الغرب هم أولئك الذين استطاعوا أن يديروا الذات وأن ينضبطوا في إدارة الوقت أما الذي لا يعنيه الوقت شيء كلكم تعرفون القصة ذاك الرجل اللي راح إلى نجار وكان النجار بطيء وقال أنا عندي مولود وأبغاك تصنع لي سريل مولود إن شاء الله بكرة بعده بكرة بعده وراحت الأيام وراحت السنين وكذا المهم الرجل هذا الذي يريد السرير لولده مات رحمه الله والولد الذي يراد أن يصنع له السرير كبر وتزوج ثم جاء إلى النجار وقال له نريد أن تصلعنا سريرا للولد حتى ينام فيه قال شوف إن كانك مزروب بحال باك إن كانك مستعجل يا أخي أبوه ولد له ومات لأبو وهذا يقول إن كانك مزروب بحال باك سير الله يعاونك ما عندنا شي أبدا فتجد البعض لا يعني شيء ومتسكع ويقول الحمد لله أنا حصلت الإقامة وأنا مذيدي متسولا ولا تزال المسألة خدوش أو كدوش في وجه ابن آدم حتى يأتي يوم القيامة وليست في وجه مزعة لحم نعم الإنسان إذا لم يجد هذا له حال أما إذا كان هناك من سبيل فلا أن يأكل من كد يمينه بثلثي ما يعطى أرحم من أن يعطى مسألة وكل أدرى بنفسه وأدرى بحاله قلنا خلاصة الأمر أن هناك جوانب إيجابية في هذا المجتمع التفاعل والتعامل والاكتساب والاستفادة منها لا يعد خللا بموضوع الهوية ومن المهم جدا أن نعرف أن ملامح الهوية الإسلامية هي موجودة في شرعنا في حياتنا ليست الهوية الإسلامية مادة مرسوم قانون أصدره رئيس أو زعيم أو قائد جماعة أو رئيس حزب لا الهوية هي كل التوجيهات الشرعية الربانية والنبوية كل ما وردنا من توجيه في عبادتنا في معاملاتنا في علاقاتنا في عقودنا في أحوالنا في حلنا في ترحالنا الهوية الإسلامية تجدها مفصلة مبسوطة منثورة في تفاصيل الشريعة ومقاصدها الكلية وكلياتها المعظمة الإسلام منهج حياة كامل هذه الهوية لو نحن أبدعنا في عرضها لالتفت الغرب إلينا وقال أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله البابا باندكت السادس عشر لما سقطت منظومة ليمن براذر سلسلة البنوك الأمريكية ثم تبعها سلسلة من البنوك التي أعلنت فلاسة حتى بلغت قرابة مئة واثنى عشر بنك أقفلت انتهت ماذا قال البابا باندكت قال يجب علينا أن ننظر ماذا لدى المسلمين من المنتجات المصرفية والمالية الإسلامية التي حفظت أموالهم من الانهيار في زمن تداعي هذه البنوك ومنظوماتها الكبيرة إذن عند المسلمين شوية أشياء أصبح الغرب يلتفت يريد أن يأخذها وأن يستفيد منها فما بالك لو أننا أبدعنا في عرض ما لدينا النبي صلى الله عليه وسلم سنته أيضا هي توصيف واضح للهوية بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رب صحابته على هوية لا تعرف الذوبان ولا تعرف العدوان ألم يكن المؤمنون في مكة إقلية مضطهدة وهل ذابت هويتهم الجواب لا ألم يكن المؤمنون في المدينة جماعة ما بين المنافقين وما بين اليهود فهل ذابت هويتهم الجواب لا هل اعتدوا على الآخرين الجواب لا إذن ملامح الهوية ستجدها أيضا كما هي في القرآن وستجدها كذلك في السنة المسلم منضبط في عمله في كل علاقاته وليس من الهوية ما يعتقده البعض أن تتسبث بلباس معين أو شكل معين يعني أنا أعجب مثلا بعض الأحيان لما نأتي إلى بلد معين نجد بعض إخواننا الله يزاهم خير يعني يتعمد أن يلبس الغثرة السعودية يا أخي أنا أحبك وأرى عليك القب المغربي وأراك جميلا في هذا اللباس وأنا أحبك وأرى عليك ما يسمى بالعمة المصرية والككولة اللباس الأزهري وأحبك في هذا اللباس أنا أراك وأحبك وأنت عالم وأنت طالب علم وأنت داعية وأنت رجل شاب ملتزم وعليك البرنوس الجزائري وأحبك في هذا اللباس أنا أراك الثوب الموريتاني وأحبك في هذا اللباس يعني لا البعض عجيب فهما للهوية حينما يريد أن ينتسب لأهل السنة لازم يلبس غثرة لا يا أخي الكريم أنا لو كنت مغربيا ما جيتكم إلا بهذا القب والبرنوس مثلا فيه أكا والقاندورة ما يعني ما فيها إشكال فالمهم من الإنسان لا يتصور أن الهوية هي لبس معين أو شكل معين لا بل يجب أن تبرع وهذه نقطة مهمة حتى لا يقال إن السنة ومنهج السلف قضية مستوردة منهج السلف لمن لبس البرنوس ولمن لبس القب ولمن لبس الغثرة ولمن لبس المشلح ولمن لبس البنطلون والقميص ولمن لبس اللبس الإنجليزي أو اللبس الامريكي هذا يعني هذا لبس قومه هل كان صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس أو لما أكرمه الله بالبعثة وشرفه بالرسالة قال من الآن فصاعدا ما عد نلبس إلا كذا هل تغير اللباس ما بين قبل البعثة وبعد البعثة أم كان يلبس لباس قومه صح ولا لا إذن لماذا يتصور البعض تصور غريب في موضوع الهوية وكأنها محصورة في شكل أو في طقس معين حتى يقول للآخرين أنظر أنا استغرب أثناء بعض الشباب وأفغانستان تاريخ مشرف في الذين يعني كان لهم دور في وقفتهم مع إخوانهم ولكن أعود إلى بلدي وأتنقل بين الناس باللبس الأفغاني أثير مئة سؤال في الذهاب والإياب وأنا في غنى عن ذلك ما الذي يمنعني أن ألبس لبس قومي ما الذي يمنعني أمثلا الآن اللبس المغربي شائع في هولندا أو اللبس لكن يأتي الإنسان بلبس غريب عجيب هذه ويعيش بهذا الوضع ويظن أن هذه هي مقاطع الولاء ومفاصل البراء ومعالم الهوية التي ينبغي أن لا يبرح عنها ولا يتركها هذا حقيقة من الفهم السيء إسلامنا منهج حياة كامل يوجه نشاط الإنسان فردا ومجتمعا في جميع المجالات يوظف طاقته في كافة المؤسسات هذه الشمولية المطلوبة مع مراعاتها لخصوصية الزمان والمكان يجد الإنسان من خلالها ذاته ويجد الإنسان من خلالها شخصيته ولذلك أنا وجدت كثيرا من العاملين المنتجين المؤثرين في المجتمع أكثر سعادة ولو كانوا أقل تدينا من بعض المتدينين الذين لا يعملون اسمحوا لي في هذه الكلمة القاسية تجد رجل عامل فاعل نشيط منتج مؤثر له دور حتى ولو كان تدينه أقل لكن تجد له خير وبركة على المركز يعطي يساهم وله دور في مؤسسة ويصعد ويطمح أنا أعرف رجل جزائري في فرنسا لم يكن يبلغ ذلك القدر من التدين إلا أنه مسلم مصلي وفوق ذلك كله الرجل يعظم يعني القربة إلى الله في أمانة العمل عرض عليه أن يتنازل عن جنسيته الجزائرية من أجل ترشيحه لرئاسة الشركة قال لا أما جنسيته فلا ولست بهذا أحذر في موضوع الجنسي وغير هذا موضوع آخر لكن أقول الرجل بلغ من حب الناس له وافتتان الفرنسيين به أن قالوا نظام الشركة منذ أكثر من مئة سنة لا يسمح أن يكون رئيس إلا فرنسي فأرجوك أنك تقبل الجنسية حتى تكون رئيسا قال لا أنا أقبل أنا أبقى نائب الرئيس وهذا الرجل على يده بني أكبر مسجد في بعض المدن والضواحي هناك لذا أقول لك إن شخصية الإنسان وسعادته وهويته ليست في أن يتقوقع في طقس أو شكل أو زي أو لبس معين ثم يقول الله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله وينظر إلى هذا ويكف عن هذا ويكفهر في وجه هذا وينظر إلى هذا شزرا وإلى هذا حقرا أو غير هذا لا يا أخي الشخصية التي تحافظ على الهوية شخصية ذات فاعلية وذات ثبوت في موقعها المهم في هويتنا وفهم معالمها ومجالات نشاطها ألا نبرح الغاية من خلق الله لنا ألا وهو إيش العبودية لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن يوحدون إذن هويتك أن يكون اندماجك وتعايشك في المجتمع الذي تعيش فيه دون أن تتخلى عن عقيدتك وثقافتك وفكرك تتعامل مع ما حولك من القضايا في أي اتجاه استماعي سياسي اقتصادي من غير أن يلوث دينك وحياتك بشيء من غبار يخل بثوابتك لذا يجب التنبيه على أن الهوية لا تتعارض أو تتصادم مع مفهوم المواطنة وبالتالي فالهوية لا ينبغي أن تتحول إلى عامل يدفع نحو الانقلاق والانكفاء على الذات والممانع عن التفاعل والمشاركة في قضايا الشأن العام لا يمنع أن تكون مسلما مواطنا أنا رأيت في بطار هيثرو لندن عدد كبير من أخواننا الباكستاني من الجالية الباكستانية المسلمة والباكستانيون ضربوا أروع الأمثلة عاشوا وولدوا وترعرعوا وكبروا في بريطانيا اللسان الأردي ما غاب عنهم كلمة منه مع الطلاقة في اللغة الإنجليزية وفي البيت كأنه في حيدر أباد وإسلام أباد وكاراتشي ولا هور ما كأنه في لندن سبحان الله العلي العظيم كيف هذا الانضباط في قضية الهوية ومع ذلك تراهم بلغوا درجة أنهم مسؤولون عن التفتيش في المطارات مسلم هويته وانتماءه وعقيدته قوية وواضحة وبلغت به الثقة من الجهات الأمنية أن يسند إليه تفتيش الناس في نقاط المطارات مر عليكم هذا أولا لا كثير منكم سافروا شاف هذا الشيء إذن هذا يدل على أن الناس حولنا إذا رأوا رجلا جادا في طريقه غير متلفت إلى بنيات الطريق غير متسكع في الزوايا والأزقة فإنه محل الثقة بل ويرون في ثباته على دينه مصدرا يزيد من الثقة به الدعوة لتمسك بالهوية الإسلامية وضرورة الحفاظ عليها لا تعني الإنعزال والإنغلاق لأن ديننا يدعونا إلى كل عمل مبارك أن نسهم فيه قال الله صلى الله عليه وسلم لقد دعيت في بيت عبد الله بن زيد بن جدعان في الجاهلية إلى حلف لو دعيت إلى مثله في الإسلام لا لفظت قال لا أجبت بمعنى أنه اليوم لو دعاني هذا المجتمع الأوروبي الهولندي البلجيكي الأيا كان اسمه لو دعاني إلى أي مشاركة في عمل إيجابي أنا أشارك فيه حتى لو كان الذي فيه ويتقدم مسيرته شخص غير مسلم المهم من هذا العمل الذي ننادي له ونتدعى إلي ونتفق معهم فيه هو عمل يقره الدين ولا يأباه ومن هنا نقول إنه يجب أن يكون المسلم ليس هو الذي ينتظر الدعوة إلى مشروع إيجابي بل يجب أن نحن نبادر بتقديم مشروعات إيجابية نبادر بها لينضم الناس معنا فيها فيما نسبو إليه يعني أيهما الأصل والأفضل أن ننتظر حتى توجه إلي دعوة من جهات رسمية للمشاركة في العمل الفلاني الذي أراه نافعا أم أننا في مركزنا في مؤسستنا في الوقف الإسلامي في أي مكان آخر نحن الذين نعرض مجموعة مشاريع وحزمة منتجات قابلة للتطبيق لها أثر إيجابي على الأسرة والله لو عقدنا دورات للعلاقات الأسرية وحسن العلاقة بين الزوجين حتى ما بين غير المسلمين في علاقاتهم الزوجية لو وجدنا بذلك أجرا وخيرا واستفدنا ولكانت مخرجات هذا العمل تعود إلينا وقس على ذلك مسائل تتعلق بالإدمان والشرب والمخدرات والعلاقات الممنوعة إلى غير ذلك الأمر الآخر يجب أن ينضج مفهوم المواطنة لدينا بصفتنا مسلمين في بلاد الغرب نضجا يصبح واضحا يبصره الأعمى ويسمعه الأصم ويفهمه الصغير إلى درجة أن يكون أول باعث لتعزيز الأمن السلمي والتعايش واستثمار الموارد البشرية في هذا المجتمع الشيء الذي لا يفهمه كثير من الغربيين أن الإسلام بالنسبة لمعتنقي في جميع انحاء العالم ليس نظاما تعبديا وإنما هو نظام حياة يومية كاملة لا يتجزأ لأن المسلم على اتصال دائم روحي مع الله سبحانه وتعالى هذا المعنى لو انتبهنا له استطعنا أن نترجمه والقضية تحتاج إلى إرادة وإلى جد وإلى عزم وأن نتعبد الله تذكر أن دخولك العمل في الوقت المحدد قرب إلى الله بتحسين صورة الإسلام لدى هؤلاء تذكر أنك يوم أن يسرق الناس فلا تسرق ويوم أن يكذب الناس فتصدق الناس فتكون أمينة ويوم أن يتذبذب الناس فتثبت على ما وعدت وعهدت عليه أن ذلك دعوة إلى الله عز وجل لا تقل عن دعوة الخطيب الذي يبكي على المنبر أو المحاضر الذي يلقي المحاضرة أو المدرس الذي يلقي الدرس هذا الاندماج أو هذا التعايش الصحيح في الحقيقة إنه له مقتضيات من مقتضياته المشاركة في تحمل المسؤولية والمصالح العامة ومقتضاه البلاغ المبين واللسان الفصيح أنا أعجب كيف نستطيع أن نندمج بتوازن وأن نتعايش بانضباط وأن نسلم من الذوبان ونحن نعيش زمناً طويلاً لم نعرف لغة المجتمع الذي عيشنا فيه أنا أعجب حينما أزور أحد المساجد أسلم على الشيخ على الإمام كم لك من سنة يا شيخ أنا والله ليه تسع سنوات كيف لغتك لا والله بحال ذاك الشيء نوعاً ما ليه طيب تسع سنوات ماذا تفعل ألا تستطيع أن تجد فرصة ما بين وقت الصلوات وما بين وقت ألك العمل وما بين وما بين للأسف هذه من الأشياء التي يجب أن نفهم أنها من مقتضيات الاندماج أن نعرف اللغة أن نتشارك في تحمل مسؤوليات المصالح العامة أن نكون فاعلين منتجين حذرين من البطالة وهذا المستوى الراقي من الحفاظ على الهوية الذي يمنع من العدوان ويحفظ الحقوق ويؤمن جوانب نفسية كبيرة لدى الآخرين والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه ولم يقل جاره المسلم هذا المعنى يجب أن يقابل على المجتمعات الغربية العدل وتكافؤ الفرص حرية الشعائر مقاومة العنصرية وما يغذيها تشجيع مبادرات التعارف التواصل وبهذا نكون قد أفدنا واستفدنا الحقيقة لا أريد أن أطيل وكأن الشيخ محمود علي قد جمع من الأسئلة ما يكفي أن نصلي الفجر ونحن نجيب عليه ولكن لعلنا أن أختصر في ثلاث نقاط حتى نحافظ على الهوية تكلمنا فيما يتعلق بالجانب الفردي وهناك مسؤوليات تجاه الكوادر تجاه الأطر تجاه القيادات ألا وهي أن يكون هناك تواصل مع النخب لإما كسبها أو على الأقل أن لا تنساق في تصديق الدعايات السلبية المغرضة ضدنا أنا حينما يكون لعلاقة قوية مع رئيس الشرطة ومع أستاذ الجامعة ومع مدير المستشفى ومع الآخرين وأوضح من نحن أعتبر أن هذا إما كسبا نكسبه في شخصيته وإما أن ما يصل إليه من الأساليب الكاذبة والفراء والاختلاقات لا تؤثر فيه لأنه يقول نحن نعرفهم عن قرب إن مسجدهم مفتوح إن أبوابهم مفتوحة إن معلوماتهم مكشوفة لم نجد شيئا يتحدثون فيه في الكواليس أو تحت الأرض عرفنا دقيقهم وجليلهم فلم نرى شيئا يخرج عن مقتضى طبيعة الحياة البشرية والعلاقة الإنسانية البحتة إذن التواصل مع النخب في المجتمع الذي نعيش فيه هذا ضروري لتعزيز الهوية كذلك الحضور الإعلامي اليوم الإعلام يدخل البيوت بلا استئذان يدخل الدول بلا تأشيرات الإعلام سلاح كلنا يعرف خطره وأثره فيجب أن ننتقي من أبنائنا أفضلهم لسانا وأقواهم حجة وأسرعهم بديها وأكثرهم قدرة على التفاعل وأن نفرغه ولو من أموالنا ليكون هو المتحدث الذي يصول ويجول في دهاليز الإعلام حتى يذب عنا ما استطاع كما كان حسان بن ثابت يذب عن رسول الله بلسانه ويقول أهجهم وروح القدس معك نحن ما نريد أحد يهج نريد أحد يرد عننا الأكاذيب والافتراءات والاختلاقات التي نسبت إلينا كلما شط مشتط أو انحرف منحرف في فهمه نسب هذا إلى الإسلام كله وتلك مصيبة وبلوة من هنا أقول أن ننتخب نجعل لنا دورات تسمعون بما يسمى Arab idols صح ولا لا أبطال ولا ما أدري نجوم أو يعني الذين يرشحون في الجوانب الفنية نحن نحتاج أن نجد من مئات الآلاف من شبابنا أن نقيم دورات أو أن نقيم منافسات لاختيار أفضل شخصية إعلامية ثم بعد ذلك ننفق عليها من أجل أن تكتسب علم ومعرفة وخبرة وفهم وقدرة ونزودها بالمعلومات ثم ندفع به إلى وجه الإعلام تكلم هنا في الصحافة يتكلم هنا في الإعلام يتكلم نكون نحن صنعنا صوتا واحدا يذب عننا إذن الحضور الإعلامي لشخصية تمتلك الكارزمة ولديها القدرة ونوفر لها المعلومة هذا كفيل أن ينفعنا ويعزز هويتنا هناك كذلك أن يكون لدينا النشاط في الترجمة وأن ندفع بعشرات الكتب بصفة مستمرة إلى الواقع الذي نعيش فيه حتى يعرفنا الناس صوتا وصورة وحرفا وكلمة أيضا دائما نركز على أن نجتمع وأن لا نتفرق لأنه إذا كان كل واحد هو أمير المؤمنين كل واحد هو المتحدث الرسمي في اسم الإسلام وكل واحد هو الذي يجب أن يأخذ الإسلام من فهمه وقوله ورأسه لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا تهدى الأمور بأهل العقل وأهل العلم ما صلحت وإن تضل فبالأشرار تنقاد كيف يسمع منا الناس وكل منا يقول أنا أنا وليس سوايا أحد لا يجب أن نتواضع وأن نتطاوع وأن لا نختلف وأن نقدم أعلمنا وأتقانا وأن لا يكون هم أحدنا أن يتسود على حساب سمعة أو شهرة بقدر ما يهمه مصلحة الأمة خلاص كلما اجتمع الناس على أحد أنا أكون مما يعينهم لكي يجتمعوا والله لو اجتمعنا على ثمانين في المئة من الصواب أرحم علينا من أن نتقاتل من أجل وصول إلى تسعة وتسعين في المئة من الصواب كم ضاع من تاريخنا وأموالنا ووقتنا وعلاقاتنا وحطمنا ما بين أنفسنا من أصول الود وجدران وحصون الرحمة بسبب أن الكل يريد هذا يقول لا نريد الكمال وهذا يريد لا نقبل في أولان علان ثم صارت المشاكل تتشضى وتتشرم من كل جانب نحن إذا أصبحنا صوتا واحدا أصبح المتحدث باسمنا واحدا وكنا في وضوح لا خفاء معه ليس عندنا سرديب ولا كواليس كما قلت فهمنا القوانين والأنظمة وتعاملنا ببقتضاها وعرفنا ما لنا من الحقوق في القانون وما علينا من الواجبات في القانون هذا يعزز هويتنا ويفرض احترامنا فيما بيننا وختاما الذي ليس له خارطة طريق لا يعرف إلى أين هو مسافر يكون هناك خارطة طريق في هذا الاتجاه إلى أين من نحن ماذا نريد إلى أين سننتهي جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري هذا الطلاسم سألت البحر يوما هل أنا يا بحر منك صحيح ما زعم عني وعنك ضحكت أمواجه وقالت لست أدري بعض الناس عايش في الحياة لست أدري لكن المسلم يدري إنا لله وإنا إليه راجعون المسلم يعرف ما هو دوره ما هي مهمته ما هي حياته ماذا يعد ماذا يترك بعد موته إذن خارط الطريق توزيع مسؤوليات واضح شف نجاح هذا الملتقى كيف تم كل واحد أدى الدور لعليه مرتاح المسؤول عن إحضار المشايخ من الفندق ما عنده إلا هذا الدور يتعبد إلى الله بالذهاب والإياب المسؤول عن تقديم المحاضرات المسؤول عن الميكروفون المسؤول عن الكاميرا المسؤول عن الطعام الأخوات هنا الله يجزهن خير الجزاء ويحرمهن على النار أكرمونا بالطهي والطياب والأشياء الطيبة في دورهن هذا دوره في الحراسة هذا دوره في كذا كل قد عرف مسؤوليته ثم نقيم المراحل ثم نجد أن الموارد تتدفق هذا النجاح والذي يجلب المال وهذا المال هو الذي يحرك العجلة لكن الذي لا يعرف الطريق يقول أول أعطينا فلوس بعدين فكر لهذا مو صحيح تجد أغلب الناس الذين يستحقون الشكر والإنجاز والإبداع فيما لديهم قد أثبتوا وبرهنوا بالواقع نجاحهم الذي لا يملك معه أنا أقول لك مثلا يأتينا شخصيات من بلاد إسلامية معه تزكيات تشهد بإنجازه وإبداعه وحينئذ الكل يريد أن يتبرع معه في بناء المسجد في توسعته في كفالة عمل في دورة علمية في غير ذلك لكن بعض الناس يجيوا والله نحن نريد مال وش عندك وش إنجازك ماذا قدمت لا والله بس جاييني بنجمع تبرعات اشتجمع تبرعات على إيش الناس لا تقبل تصرف ريولو ريولو واحد إلا إذا كانت ترى أن من يدعو إلى جمعه مستحقا ولا أعطي بر واحدة انكشف لأن الذي لا يعمل سوف يضيع الريال الذي جمعه من هنا أحبة بالله نقول كل ما سلف هو طرف في جانب واحد من مسؤولياتنا الكبرى في بلاد الغرب نسأل الله أن يجعلنا بركة على هذه الديار وأهلها وأن يجعلنا بركة على أنفسنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا اللهم ربنا وخالقنا مولانا لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم احفظ إخواننا من الغازات الكماوية في سوريا اللهم اجعل من أطلق الغاز عليهم يختنق به قبل أن يبلغ إخواننا اللهم احفظ إخواننا من شر الأشرار وكيد الفجار وفسد العدوان اللهم سلط على من اعتدى عليهم اللهم اشف صدور المؤمنين ممن قتل أطفالهم اقتصب نساءهم اللهم اجعجل النصر للمسلمين يا رب العالمين في سوريا يا ذا الجلال والإكرام اللهم آوي الشريد والطريد منهم يا رب العالمين اللهم ارحم جميع المستضعفين المظلومين يا ذا الجلال والإكرام من المسلمين وغير المسلمين في بلاد الشام اللهم يا رب العالمين آوي الشريد والطريد اللهم اجبر الكسير وفك الأسير اللهم ارحم الموتى واكفل الأيام واليتام يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بالمعتدين اجعل سلاحهم إلى صدورهم وكيدهم إلى نحورهم وتدبيرهم تدبيرا لهم اللهم افرج الهموم عن المسلمين في فلسطين واجمع شملهم ووحد صفهم في مصر واجمع شملهم في ليبيا وتونس يا رب العالمين اللهم انصر وارحم المستضعفين في بورما وأركان اطعم الجياعة في الصومال واليمن يا ذا الجلال والإكرام واحفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المغرب من كل شر يا ذا الجلال والإكرام إنك سميعا مجيب اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه اشتركوا في القناة